صدرت أحكام ضد بعض إخواننا الحركيين بما فيهم حكم على أخونا كريم طابو ستة شهر حبس وغرامة ما نشعر بكم هكذا وأيضا صدرت أحكام على إخواننا في على إخواننا في تندوف وفي الأغواط تم تأجيل محاكمة استئناف كل من معتقل لرأي شمس الدين الإعلامي ومحمد رياحي شمس الدين الإعلامي أي براهيم الإعلامي ومحمد رياحي إلى يوم 27 مارس بجاية تم تأييد الحكم الابتدائي في حق الأستاذة الجامعية ميرا مقناش ستة أشهر حبس نافذة وخمسين ألف دينار بمرداس محكمة محكمة دلس تقضي بستة شهر حبس نافذة وخمسة ألف وخمسين ألف دينار لم تقضي يعني طالبولو والمداولة الأسبوع القادم في مجلس قضاء لغواط محكمة الجنايات كما كان مقررا محمد تمدة وحمد تا عبد الله وابراهيم خليل بالزيت وبالقاسم قراد وبالقاسم قارة ومحمد بودرينا وحمد ورغيني المتابعين جميعا بالإشادة بالأفعال الإرهابية إلى آخرة إلى آخرة كان الحكم كالتالي تهم المنسوبة لهم جميعا وعقابا لهم الحكم عليهم بسنتين سجن نافذة بعد استفادتهم من ظروف التخفيف وخمسين ألف دينار غرامة سيبقى في السجن كل من بالقاسم قراد بالقاسم قارع محمد بودرينا وأحمد ورنوغي بسبب حكم آخر في محكمة الجنايات طبعا هؤلاء كانوا تحاكموا أيضا قبل حوالي شهر كانوا مجموعة أخرى أطلقوا جزء ثم هاهم الآن مجموعة أخرى الآن هاهم أطلقوا جزء وما زالت مجموعة أخرى وهكذا ضغوطات رهيبة حي الله الأحرار حي الله أحرار آفل وحلى الأغواط والأحرار في كل مكان وهكذا هؤلاء هم خيار البلاد وهؤلاء ما زالوا يدافع على الحق ويستمرون في دفاع الحق هؤلاء هم الجمرة لرمشدينهم وهذه الجمرة ستعود مرة أخرى لأن الجزائر يا إما ينتصر الشعب يا إما أن تنتصر العصابات وستهوي البلاد إلى الهاوية لا قدر الله إذا ما انتصرش الشعب رايي الآن فترة نص نص إذا لم ينتصر الشعب فإن هذه العصابة ستجردنا من كرامتنا